كما أعلنت وزارة الصحة خروج أربع حالات من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لمدة أربعة عشر يوم وأجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا قبل خروجهم من الحجر الاحترازي ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي أربعة وعشرين شخصا بعد خروج عشرين شخصا في وقت سابق وفادت الوزارة أن الحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لمواطنتين بحرينيتين إحداهما كانت قادمة من إيران والأخرى كانت مخالطة لأحدى الحالات القائمة وأثنتين إحداهما كورية والأخرى صينية وأضافت الوزارة أن جميع الحالات الموجودة في مركز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي مختص وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظا على صحتهم وصحة الجميع وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل أعلان إيران عن تفشي الفيروس بمدنها بضرورة التسجيل الإلكتروني عبر الرابط أو الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص لهم واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر